المسائية من الميادين وفي عنوين ملفيها للليلة خطاب فوتن يؤكد قرار المواجهة لإسقاط الخطط الغربية الهادفة إلى هزيمة روسيا والقضاء عليها فماذا يعني صمود موسكو وأي موازين قوى جديدة في العالم؟ الجزائر تدعو إلى تعزيز القوات الدفاعية للدول الأفريقية لمواجهة الإرهاب فمن يستخدم التنظيمات الإرهابية لمصالحه في أفريقيا؟ مساء الخير القضاء على روسيا هو الهدف والوسيلة هي النزاع في أوكرانيا اتهام للغرب أطلقه الرئيس فلاديمير بوتن محملا إياه مسؤولية التصعيد في خطاب عشية ذكرى بدء العملية العسكرية وقال بوتن إن النخب الغربية لا تخفي هدفها وهو إلحاق هزيمة استاتيجية بروسيا أي القضاء عليها مرة واحدة وإلى الأبد بتعبيره محملا تلك النخب مسؤولية تأجيج النزاع وتصعيده وسقوط الضحايا بوتن شدد على أن بلاده سترد بما يتناسب حفاظا على أمنها ووجودها وأوضح أنه كلما زاد مدى إطلاق الأسلحة الغربية من أوكرانيا أبعدت روسيا هذه التهديدات أكثر عن حدودها وكشف بوتن أن مستوى تجهيز قوات الردع النووي في روسيا يتجاوز واحدا وتسعين في المئة مشددا على ضرورة وصول إلى جميع مكونات القوى المسلحة إلى هذا المستوى الرئيس الروسي أعلن في خطابه تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية إن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة دعوني أكره روسيا لا تتخلى عن المعاهدة لكنها تعلق مشاركتها فيها قبل استئناف مناقشة هذه المعاهدة علينا أولا أن نفهم ما الذي تطمح إليه دول حلف شمال الأطلسي مثل فرنسا وبريطانيا وكيف سنأخذ ترساناتهم الاستراتيجية بالاعتبار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن الأسف من الإعلان الروسي بشأن معاهدة ستارت واصفا إياه بغير المسؤول الأسف ذاته أعرب عنها الأمين العام للناتو يانس سولتنبرغ وحث موسكو على إعادة النظر في القرار كما كرر تصريحات غربية سابقة بأنه يجب أن لا ينتصر بوتين لمناقشة ملفنا الأول في المسائية نرحب بضيفينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رولاند بيجاموف وكذلك الترحيب موصول من واشنطن بمحرر شؤون الأمن القومي في صحيفة الواشنطن تايمز السيد غاي تيلر أهلا بكم ضيفينا العزيزين أبدأ معك دكتور بيجاموف ماذا حسم الرئيس بوتين في هذا الخطاب الذي وصف بالتاريخي مصال خير وفاتحياتي لكم والديكم الكريم والمشاهدين قبل كل شيء الأهم في رسالة بوتين كان أن هذه الرسالة كانت موجهة إلى الشعب الروسي ولكن ثلث من هذه الرسالة اهتم بها الغرب ولسبيل المثال هو الحديث أن تعليق روسيا مشاركاتها في معاهدة ستارت أو اتفاقية ستارت للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وأيضا بالإضافة إلى ذلك بوتين قال أنه على وزارة الدفاع الروسية وأيضا على مؤسسة روس آتم على أحبة الاستيادات أن تقوم بتجحيز ميدان التدريب للتجارب النووية في الأرشبيل نوفا زيملا في المحيط المتجمة الشمالي الروسي إذا أقدمت الولايات المتحدة بالقيام بالتجارب النووية الخقيقية لأن تعالت الأصوات في الولايات المتحدة وفي الغرب أموما تتحدث عن ضرورة إجراء مثل هذه التجارب وهذا إبارة أن الانسحاب أو التعليق أو الرد على موحدة أخرى هي موحدة حظر التجارب النووية عن عام 1996 ومن المعروف أن التجارب النووية الخقيقية في روسيا انتهت في عام 1991 بعد أن كانت جارية هناك من 1955 كانت هناك تجارب القنبلة النووية الحرارية الهيدروجينية وغيرها على كلها لهذه الرسالة كانت قوية من قبل بوتين الغرب لأنه أثبت بأن روسيا جاهزة ومستعدة لجميع الخيارات وحتى لرفع مستوى هذا الصراع الهجين الاستراتيجي الذي يحدث بين الولايات المتحدة وروسيا في صاحة أوكرانيا إلى رفعها إلى درجات أعلى من ذلك يعني روسيا تخص في عين الاعتبار جامعي السيناريوهات ما ذلك هي تركت الباب واربا لأن الجانب الروسي يريد أن يكون هناك الالتزام الطرف الغربي بالتوازن النووي والتكافأ الاستراتيجي يعني يتم اختصاب القدرات النووية لإنجليترا وفرنسا مدام كان حلف الناتو يتحدث عن ضرورة التزام روسيا بهذه المؤهدة يجب اختصاب القوات النووية لفرنسا وإنجليترا وأيضا هناك كانت المشاكل بسبب الموقف الأمريكي من بعض الأسلحة التي كانت تعتبر الاستراتيجية الهجومية وأمريكا حاولتها إلى صنف الأسلحة التكتيكية وبالتالي هذه الاتفاقية الأخيرة في المجال الأمنى الاستراتيجية النووية التي كانت سارية المعفول بين روسيا وأمريكا تم اليوم تعليقها وربما ما مرور زمن تنتحي مدة سريانها ونحن نشهد بأن لا توجد أي اتفاقيات في مجال الأمنى الاستراتيجي بين روسيا وأمريكا ودول أخرى ربما هذا سيحتاج الوقت ولكن دكتور ريلوند هذه خطوة استراتيجية في هذا الصراع الممتد حينما نتحدث إمكانية انسحاب روسيا من هذه المعاهدة وماذا يعني تعليق المشاركة سأعود إليك بهذه النقطة ولكن كما ذكرت اهتم الغرب كثيرا بهذه الرسالة التي أرسلها بخطاب عالي السقف بالتحدي الروسي للغرب الأطلسي وهنا أنتقل إليك سيد جاي تيلر كيف تردد صدى هذا الخطاب الروسي في الداخل الأمريكي خصوصا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم بعد عام من الحرب في أوكرانيا الغرب باستخدام أوكرانيا أدات لمواجهة روسيا ومحملا إياه مسؤولية التصعيد بداية معكم وشكرا على استضافتي فلاديمير بوتين يلعب مجددا أو يضع على الطاولة مجددا ورقة الأسلحاء النووية بعد هذه الحرب التي تفاقمت في أوكرانيا وهو يضع أسقفا عالية جدا لهذه الحرب وما من شيء واضح حول معاني هذا الخطاب هو يهدد بطبيعة الحال هو يستخدم خطابا تهديديا ولكنه لا يقوم بخطوات فعلية أو ملموسة وهو يحاول إذن أن يهدد وأن يرعب هذه الدول الغربية هو قال بأنه سوف يحترم إذن سوف يحترم المعاهدات القائمة حول استخدام الأسلحة النووية لكنه من جهة أخرى قال بأنه سوف يضع حدا لهذه أو يعلق مشاركة روسيا في معاهدة تستارت الجديدة ولسيما فيما يتعلق في نقطة زيارة المعالم والمنشآت النووية والتأكد من التزامها بهذه المعايير ويمكن هنا النظر بما قاله أنتوني بلينكين كرد على خطاب بوتين هو اعتبر أن هذا الخطاب غير مسؤول ولكن يجب أيضا أن نشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أو كما قال بلينكين لا تمتلك صورة واضحة عن الخطاب الذي ألقاه بوتين وعن معانيه وعن مفاعله والولايات المتحدة الأمريكية ستبقي أو ستراقب عن كثب ما ستقوم به روسيا في هذا المجال وهو لم يتوجه فقط للشعب الروسي ولحكومته أي بوتين ولكنه أيضا أراد أن يرسل رسالة للشعب الأوكراني وأراد أن يحبط عزائم الأوكرانيين لسيما زلنسكي وحكومته هو يحاول إذن أن يظهر نظام زلنسكي وحكومته على أنه أدات بيد الغرب وعلى أن الدول الغربية يهيمنون ويسيطرون على هذا النظام وأنهم يحاولون الهيمن على قرار النظام الأوكراني وبوتين يحاول أن يضع نفسه بصورة المخلص لأوكرانيا وهو يحاول إذن أن يغطي ما قامت بها القوات الروسية من استهداف للمنشآت المدنية في أوكرانيا لكي يحبط عزائم الشعب الأوكراني وهو يظهر نفسه بصورة المخلص هنا هذه الاستراتيجية لطالما لعبت لصالح بوتين خلال الأسلامات القليلة الماضية وهو يستخدمها الآن وهو سوف يستمر باستخدامها إلا إذا ما حصل تغيير على مستوى الدعم الغربي المقدم لأوكرانيا ولكي يف إذن بوتين حائر قليلا حيال الأدوات التي يمكن أن يستخدمها في أوكرانيا وهو حائر إذن كما أقول نووي ويحاول أن يستخدم هذه التهديدات النووية لكي يرعب أعداءه سيد بيجاموف دكتور بيجاموف ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني بالخلاصة التي وصل إليها سيد تيلر محاولة إخافة الأعداء وكذلك إخافة زيلنسكي والشعب الأوكراني سيما بعد الزيارة نتحدث عن ساعات تفصل بين هذا الخطاب وكأنه يظهر يقول بأن الكلمة الفيصل هي للرئيس بوتين وليس للرئيس بايدن الذي زار بالأمس العاصمة الأوكرانية كييف وأيضا بهذا السياق إذا أردت يمكن أن ترد على هذه النقطة والخلاصة التي توصل إليها سيد تيلر من هذا المنطلق إعلان بوتين تعليق موسكو مشاركتها بمعاهدة نيو ستارت وهي آخر اتفاقية نتحدث متبقية مع الولايات المتحدة للسيطرة على الأسلحة النووية ماذا يعني تعليق المشاركة ومتى يمكن أن تنسحب روسيا من هذه الاتفاقية سؤال وجيحة هو بالفعل يمكن النظر إلى هذه الأمور من وجهة نظر الزملاء الغربيين وشيطنة الروسيا وغيرها من الأمور التي تتناسب مع الروح البروبغاندية الشارسة المواضية لروسيا في الغرب ولكن بالمناسبة أود فقط أن أشير أن الرئيس بوتين لم يذكر خلال خطابه اليوم ولا مرة واحدة اسم الرئيس بايدن تحدث أن الرئيس الأمريكي فقط أو اسم الرئيس زيلنسكي وهذا الموضوع موضوع صراع بين روسيا والولايات المتحدة والمشاكل التي ظهرت في مجال الأمن الاستراتيجي هذه المشاكل والاختلافات بدأت منذ زمن بعيد قبل ما بدأت هذه الأعمالية لأن في أيام ترامب انسحبت الإدارة الأمريكية من انتفاقية الأجوال المفتوحة وأيضا انسحبت من مواحدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى وغيرها من الأمور هذه المشاكل كانت قائمة وأعتقد أنه من وجهة النظر التحليل لا يجب ربطها مباشرة وبناء خطة الضفاع البروباغندية الغربية فقط على موضوع الأوكرانيا وطبطبت على رأس أوكرانيا وشيطنة الروسيا لا هذه الأمور ليست لها أي معنى يجب أن نتحدث ونتجرد عن الدعايات والخطاب البروباغندي ونتحدث عن الأواقب هذا القرار الروسي أولا أوضحت الخارجية الروسية اليوم بعض ذلك في المساع أن الباب ما زال وارب وروسيا تنتظر عندما ستخترم على الولايات المتحدة والغرب ضرورة عندما تتأكدوا عن روسيا من وجود التوازن النووي يمكن الحديث بعد ذلك عن مثل هذه الأمور ولكن في الظرف الحالي من الصعب أن نتخيل أن هذه الاتفاقية تصمت ولكن لا شيء جديد لا يمكننا أن نقول أنها هي نهاية العالم لأن العالم كان عايش فيها الظروف الأصوأ من ذلك أيام الخقبة السوفيتية عندما كانت القوات الروسية والأمريكية وصواريخ بيرشن أيام الرئيس ريغان كانت في أوروبا والوضع كان متوتر جدا ومشخون ولكن ساعدها حين إذا كانت الإدارة السوفيتي القيادة السوفيتي والإدارات الأمريكية عند ذلك كانت لديها القدرة وكانت تتمت بفن إدارة المواجهة فن إدارة المواجهة للأصف الشديد مع هذه الإدارة الحالية الأمريكية وفي مثل هذه الظروف الراحلة عندما نشهد الصراع المباشر الحاجين بين روسيا والغرب في الصاحة الأوكرانية نستطيع أن نقول أنها فاقدنا هذا الفن لإدارة المواجهة لذلك نشهد هناك محاولات أمريكية مباشرة لجسة نبض الروس أعطاء المعلومات والبيانات للطرف الأوكراني والقيام بضرب المنشاة الاستراتيجية الروسية بالصواريخ القديمة السوفيتية المحدثة كما حدث مرتين أوطلاتها خلال هذه الفترة كل هذا حدث بوسيطة الولايات المتحدة والاستخبارات الأمريكية وبناء على البيانات التي أعطيت للقيادة الأوكرانية فلذلك السيناريو المتوقع اليوم روسيا لن تقوم بانتحاك هذه الاتفاقية وصف تنتظر نهاية مدتها وهي في نفس الوقت منفتحة على الحوار في هذا المجال إذا تم الأخص في الاعتبار شواغل روسيا ما أخص من ذلك ولكن بعدما لم تقصل موسكو على الدمانات الأمنية من الغرب في منتصف شهر ديسمبر 2020 قبل شهرين من بدي العملية الأسكرية الروسية في أوكرانيا لا أستطيع أن أتوقع وهذا الرأي الشخصي أن يكون هناك أي تقدم في هذا المجال وأي انفراجة خاصة في ذل هذه الإدارة الأمريكية الديمقراطية على الرغم أنها اتفاقية ستارت كانت وقعتها الرئيس السابق مدويدف الروسي صحيح عام 2010 وبدأ التنفيذ عام 2011 نعم سيد أبي جاموف وكانت الإدارة موجودة نعم ولكن بهذه الجزئية حينما نتحدث عن تعثر التعاون بين واشنطن وموسكو لسيما بجان الأمن النووي هذا يعني الكثير بالنسبة للمسرح الدولي والاستقرار الدولي وهنا سيد تيلون الغرب الأطلسي فقط بإعلان مواقفه أسفة لإعلان بوتين وقال نترقب للخطوات المقبلة هذا ما سمعناه وكما ذكرت قبل قليل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن كذلك من الأمين العام لحلف الناتو يانسي ستولتنبرغ فما خطورة تعثر هذا التعاون بين واشنطن وموسكو سيما نتحدث على مستوى مجال التعاون أو مجال الأمن النووي وخطورته على المستوى الدولي والعالمي سيد تيلر بداية أود القول أن ضيفك الكريم محق عندما قال بأنه لم يذكر اسم زيلنسكي في خطابه حتى ولكنه اعتمد خطابا اتهاميا وتحدث عن النظام القائم في كييف الذي إذن يهدد أمن الشعب الأوكراني إذن هذه إشارة واضحة لزيلنسكي أما فيما يتعلق بخطورة الموقف أن الموقف حاليا خطر جدا ونحن في وضع خطير جدا على المستوى الأمني وهذا أمر لم نشهده فيما سبق في أوروبا ربما منذ الحرب العالمية الثانية مثلا خلال حرب البلقان أو حروب البلقان كان هناك توترات كبيرة في أوروبا وكان الوضع متأزما جدا ولكن الآن ما لا نراه فيما يتعلق بدعم موقف بوتين من جهة أو دعم موقف الجهات الأوروبية من جهة أخرى ما لا نراه اليوم هو الدعوة من قبل كل هذه الجهات إلى وضع حد للصراع القائم في أوكرانيا لكي تبدأ عمليات المفاوضات الدبلوماسية ولكي تتراجع التوترات القائمة وهذا القلق ليس فقط موجودا في شرق أوروبا ولكن أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا وبوتين أيضا قال بأن هذه الحرب من الممكن أن تتصاعد ومن الممكن أن تتفاقم وهذا بعد السنة من اندلاعها ومن بداية العملية العسكرية في أوكرانيا وأعتقد أن بوتين على دراية بأن واشنطن وبأن الدول الأوروبية سوف يصلون إلى حائط مسدود في هذه الحرب وأعتقد أن الجانب الروسي يحاول أن يختبر صبر الأوروبيين والأمريكيين وحلف الناتو في هذا المجال وأنا آمل أن لا يتفاقم هذا النزاع أكثر وأكثر خلال الفصل الربيع ولسيما أن الدعم الغربي للقوات الأوكرانية يتزايد وأيضا في الجهة الأخرى أن العمل العسكري الروسي يتفاقم ويتزايد أيضا وأنا آمل أن نصل إلى مفاوضات عالية المستوى تجمع بين الطرفين لكي نتمكن من تفادي تفاقم هذه الأزمة لتصبح أزمة عالمية على أمل الوصول إلى هذه النقطة وإذا هذه اللحظة ولكن حتى الآن الظروف الدولية لا توحي بالوصول إلى مسار بالحوار وفي إشارة واضحة حتى اليوم بخطاب الرئيس بوتين إلى توسع الأهداف الأمريكية من خلال التواجد العسكري في العديد من الدول خارج حدودها الجغرافية لاستكمل الحوار معك ومع ضيفنا دكتور بيجاموف إذن نحن نتحدث مشاهدين عن 750 قاعدة عسكرية أمريكية هي خارج الولايات المتحدة والتي تنتشر في 80 دولة وتعادل ثلاثة أضعاف قواعد بقية دول العالم مجتمعة تتبع تلك القواعد الأمريكية لإحدى عشرة قيادة بينها القيادة المركزية في المنطقة المسمات بالشرق الأوسط والقيادة الأفريقية وكذلك القيادة الأوروبية وقيادة نتحدث المحيطين الهندي والهادئ التي تعد من الأطخم مع وجود 119 قاعدة تحديدا في اليابان و73 بكوريا الجنوبية القيادة الوسطى هي التي تغطي مصالح واشنطن على امتداد عشرين دولة يضاف إليها الكيان الإسرائيلي وذلك من مصر وصولا إلى باكستان وآسيا الوسطى تتمركز قيادة القوات البحرية في البحرين كما تنتشر القواعد الأبرز في الإمارات السعودية قطر وسلطنة عمان أما القيادة الأفريقية فمقرها ألمانيا وتغطي المصالح الأمريكية في القارة باستثناء مصر من دون أن يعني ذلك حضورا فعليا في جميع الدول من أبرز الدول المحتضنة لقواعد عسكرية أمريكية هي الكاميرون كينيا وجيبوتي أما في أوروبا حيث منطقة القيادة الأوروبية المعنية بالقارة بما في ذلك نتحدث عن روسيا وبيلاروسيا تغطي القواعد العسكرية الأمريكية جغرافية حلف شمال الأطلسي وتعد ألمانيا بريطانيا إيطاليا وتركيا أبرز الدول التي تنتشر فيها القواعد الأمريكية أستأنف الحوار معك دكتور رولاند بجموف ومن إشارة الرئيس بوتين حينما قال نتحدث عن مئات القواعد العسكرية للنيتو بالعالم يكفي النظر إلى الخريطة لنرى ذلك موضحا أن الغرب كان يلعب بهذه الأوراق المخلوطة ويحتفل بخيانته هل يمكن القولة تحققت الأهداف الأمريكية من خلال هذا الانتشار العسكري الكبير خارج الحدود الجغرافية له ولكن كانت على حساب مصالح الدول الأخرى وعلى حساب مصالح الاستقرار الدولي وكذلك من خلال تأجيج النزاعات الدولية والمسرح الأوكراني يمكن المثال أو نموذج على ذلك وليس هذه الأمثلة هناك آخر مثال هو مثلا اقتراخ بولندا لإنشاء لاستضاف قائدة الاسكرية الأمريكية وحط نشر الأسلحة النووية في بولندا يعني بولندا ستغطو خطوات انتحارية إذا فح التعبير لأن في خالة ابتدأ أي نظام أو حرب واصية النطاق في أوروبا هي ستكون تغطو الحدف الأول للدبابات الروسية والجيش الروسي وليست الولايات المتحدة الأمريكية التي بايدا وورا الأطلسي ولكن منذ أن تخلت الولايات المتحدة أن أقيدت مونرو وبدأت تتدخل في شؤون النصف القارة الشرقية نحن نرى هذا الزحو الأمريكي وبناء قواعد في مختلف دول وأسكريا وستراتيجيا هذه القواعد تعتبر تغديدا وخطرا لكل من روسيا والصين الشعبية ولغيرها من الدول والشيء الوحيد الذي ينقذ ويصايد روسيا الاستراتيجيا هي مساحاتها الطويلة لأن روسيا بإمكانها مثلا وضع منصاتها الاستراتيجية أو مثلا صواريخ يارس التي هي القطارات ويمكن نقلها في هذه الأراضي لمقاومة هذا الحصار الأمريكي والأن هو بالفعل طوق من القواعد الذي يخاصر هذه الدول على وجه خصوص روسيا ولذلك هذا هو التغديد المباشر الروس لا يطلبون اليوم من أمريكا مثلا انسحاب قواعدها من غيرها من الدول هذا هو الخق السيادي للدول استضافة هذه القواعد الأسكرية ولكن كل هذا يجب نخص في الاغتبار الشيء الرئيسي روسيا لديها مصالح قومية وطنية وأصبطت اليوم ذلك ورفعت صوتها من جديد لإغطاء انذار وتغذير للغرب وفي درجة أولى للولايات المتحدة الأمريكية والقطب أنجلوس ساكسوني لأن روسيا لا تتحمل مثل هذا الوضع لأن ما يخدث اليوم في أرض الأوكرانيا هو الرقبة والذامير القطب الأنجلوس ساكسوني التي لم يختر مصالح وطنية لروسيا روسيا لم تعطي إلى مكسيك ولم تعطي إلى كندا ولم تخول مكسيك أو كندا إلى دول معادية للولايات المتحدة والأمريكية أزن الأمريكا كان الاخترام لسيادة الدول وقد متدخل في شؤونها وما أملت روسيا هو بالفعل كسرت الاختكار الأمريكي وقامت بالعملية الأسكرية الخاصة الأمر الذي كانت الولايات المتحدة تقوم به لأشرات من المرات وممكن مئات من المرات في مختلف أنحاء العالم في أمريكا اللاتينية وفيه نعم لأكسب الوقت قبل أن ننتقل إلى السيد تيلر هل القضية فقط محافظة روسيا على أمنها ووجودها من خلال هذه العملية العسكرية في أوكرانيا أم نحن نتحدث أيضا بارتباط موازين القوى الدولية الحالية وتشكل النظام العالمي الجديد وهذا ما يؤرق ويقلق بطبيعة الحال الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لقد أجبت على سؤالك لأن السؤال كان يحتوي على الإجابة لأن ما نشهده اليوم هو الصراع من أجل تفكيك النظام الأمريكي الموديل الأمريكي المبني على نموذج هي الأمريكا وهو نهاية التاريخ وفقا لنظرية فوق ياما وانتهى التاريخ وستبقى أمريكا للأبد أبدين القوى المحيمنة في العالم الروس الروس كسروا ووقفوا في فوج هذه النظام الأمريكية هذا الموديل هذا النموذج من النظام الدولي ومن نشهده اليوم هو ولادة النظام الجديد سيد تيلر أي دور كان لهذه القواعد العسكرية المنتشرة نتحدث عن أكثر من 200 ألف جندي أمريكي يعني منتشرون في هذه القواعد العسكرية الأمريكية بالهيمنة الأمريكية على العالم ولسيما بعد الحرب الباردة وأنهيار الاتحاد السوفيتي وهل يمكن القول الحرب الأوكرانية أتت بنتائج عكسية أدت إلى أفول وتراجع هذا الدور الأمريكي ومن هنا نشهد القوى الصاعدة وهذا بشكل أو بآخر يقلق الأمريكيين والغربيين ومن هنا تأتي المزيد وتسليح أوكرانيا بمواجهة روسيا وحتى من يدعم روسيا لسيما نتحدث عن قوى أساسية مثل الصين ودول ترفض الهيمنة الأمريكية مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا سؤال مهم جدا وأنا أود القول أنه على العكس الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة في النشاط العسكري والأمني للولايات المتحدة الأمريكية حول العالم نحن الآن يمكننا أن نرى أن النشاط العسكري الأمريكي أصبح أكبر في شرق آسيا قرب الصين مثلا أكبر أكبر الهدف من هذا التواجد العسكري والأمني الأمريكي حول العالم هو مرتبط بالنظام التجاري العالمي الذي يستفيد منه كافة البلدان حول العالم ومنها روسيا ويمكن لهذا النظام التجاري أن يصبح أكثر أو أن يصبح أقل استقرارا إذا ما انخرطت دول حول العالم أو عادت كبير من الدول حول العالم بأعمال معادية ويجب أن لا ننسى أن روسيا اشتاحت أوكرانيا في شباط من العام 2022 والولايات المتحدة الأمريكية دعمت أو اتصلت بزيلنسكي وطلبوا منها أن يتوجه للولايات المتحدة الأمريكية لكي يكون بمأمل من هذه الحرب أما زيلنسكي فقال أنا لست بحاجة لي هذه الحماية أنا بحاجة لحر لسلاح ودعم عسكري لكي يواجه هذا الاعتداء الروسي ونحن هنا نتحدث عن كيفية بدء واندلاع هذه الحرب في أوكرانيا لا يجب تصويرها بأنها عملية عسكرية وليست باجتياح عسكري أوكرانيا ليست بدولة عضوة في حلف شمالي الأطلسي ويجب أن يتم بذل الجهود على المستوى الدولي من قبل روسيا وليست الأمريكية الصين حلف شمالي الأطلسي أي دولة تمتلك نفوذاً على المستوى الدولي ويمكنها أن تؤثر على روسيا مثل تركيا يجب على هذه دول أن تبذل جهوداً لكي تبدأ المفاوضات لوضع حد لهذه الحرب لكي لا نصل إلى فصل الربيع ونشهد تفاقماً وتصعيداً لهذه الحرب ولكي لا نصل إلى حرب مباشرة ومواجهة مباشرة عسكرية بين روسيا والنيتو وهذا أمر يمكن أن يحصل الآن شكراً جزيلاً لك سيد جاي تيلر محرشون الأمن القومي في صحيفة الواشنطن تايمز كنت معنا مباشرة من واشنطن شكر موصول لك دكتور رولاندا بيجاموف الكاتب والمحلل السياسي أيضاً كنت معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير من بعده نعود لاستكمال ومناقشة ملفنا الثاني الدعوة الجزائرية لتعزيز القوات الدفاعية في أفريقيا في القارة الأفريقية في مواجهة الإرهاب فلا تذهبوا بعيداً لو سمحتم من جديد أهلاً بكم دعوة لافتة وجهتها الجزائر إلى تعزيز القوات الدفاعية للدول الأفريقية لمواجهة الإرهاب بعد هجمات بوركينا فاسو الدامية الجزائر التي دانت العملية الإرهابية التي نفذت في محافظات أودالان أكدت في بيان وزارة خارجياتها تضامنها مع بوركينا فاسو ومع كل الدول الأفريقية التي تواجه التحديات الإرهابية بناء على التوصيات الواردة في تقرير رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للقمة السادسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي وذلك بصفته منسق الجهود القرية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف جددت الجزائر دعواتها إلى مضاعفة الجهود والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لاجتثاث هذه الآفة ومعالجة تدعياتها ضمن مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد المجزرة في بوركينا فاسو التي أودت بحياة عشرات الجنود تيكمين وقع في منطقة الساحل تأتي عقب هجمات متتالية شهدتها دول عدة في الغرب الأفريقي إذ قتل سبعة جنود بهجومين على دوريتين في مالي وخمسة شرطيين في هجومين جنوب شرق نيجيريا وتأتي المجزرة هذه بعد انسحاب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو إحدى أبرز مستعمراتها السابقة في الغرب الأفريقي بعد عقود من وجودها العسكري القوي فيها لمناقشة ملفنا الثاني في المسائية نرحب من الجزائر بالخبير في الدراسات الأمنية والاستاتيجية الدكتور أحمد ميزاب مساء الخير دكتور أحمد وأهلا بكم في المسائية لهذه الليلة على الميادين هي لافتة هذه الدعوة من الجزائر بتعزيز هذه القوات الدفاعية للقوات أو للدول الأفريقية بمواجهة الإرهاب هل سيكتب لهذه الدعوة النجاح في ظل هذا الانتشار المرعب يمكن القول في الغرب الأفريقي لهذه التنظيمات الإرهابية وارتكابها العديد من المجازر مساء الخير أعتقد بأنه أولا هذه الدعوة التي أولا هي تتضمن في إطار مقاربة شاملة متعددة الأبعاد وتنطلق من مناقشة واقع الحال الذي تعيشه المنطقة الإفريقية من تحديات أمنية متصاعدة هي أولا تتماشى وطبيعة السياقات المحلية التي تشهدها دول المنطقة باعتبار أننا نتحدث أولا على موجة وعي وإرادة سياسية من أجل تحمل هذه الدول مسؤولياتها في إطار صناعة أمنها واستقرارها بعيدا على منطق التدخلات أو التوظيف لبعض القوى الخارجية التي كرست من خلال وجودها على أراضي هذه الدول في إطار استغلال الثروات والاستثمار في الأزمات ولم تسهم بأي شكل من الأشكال في حل هذه الأزمات من ناحية ثانية كذلك أن هذه الدعوة تأتي في إطار إسقاط مبدأ بأن دول المنطقة تكون دركي أو شرطي لهذه القوى في إطار مواجهة هذه التحديات الأمنية دون ما أن يكون هناك تعزيز قدرات أو بلورة مقاربات متكاملة واقعية وجدية وفعالة وتتسهم بالديمومة في إطار مواجهة هذه التحديات الأمنية المستوى الثالث أن هذه الدعوة تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي تؤدي إلى خلق بيئة حاضنة لهذه الجماعات الإرهابية وتمدد هذه الظاهرة باعتبار أننا نتحدث على المسائل المتعلقة سواء كان بالأزمات العالقة دون تسوية سياسية أو بكذلك المشاكل الاجتماعية المرتبطة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بالفقر والبطالة وغير ذلك بناء المسائل انتلاقا من ذلك رأينا أن الجزائر جددت في الدورة السادسة والثلاثين للقمة الإفريقية أولا تأكيد على المرتكزات هذه المقاربة التي تتضمن من بين نقاطها تشكيل صندوق لتمويل ودعم المخططات التي تعني مكافحة الظاهرة الإرهابية والتطرف العانيف وذلك لدعم قدرات الدول الإفريقية المستوى الثاني التنصيق والدعم العمليات في إطار تبادل المعلومات وكذلك الخطط العملياتية والاستخباراتية في مجال مكافحة وملاحقة هذه الجماعات المستوى الثالث كذلك وهو الشق القانوني في إطار توحيد التشريعات للمنطقة الإفريقية في إطار مكافحة هذه الظاهرة وكذلك وضع تصنيف وأهليات تصنيف المنظمات الإرهابية نهي كذلك على إصدار قائمة للمطلوبين في القضايا الإرهاب من ناحية أخرى الجزائر قدمت مساهمة مالية في إطار تعزيز ما يسمى بالتنمية في المنطقة الإفريقية من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون والتضامن الدولي بالتالي الجزائر انتقلت إلى مرحلة أكثر عملية انتقلت من مرحلة المرافعة وطرح المبادرات إلى مرحلة وضع أليات عملية لتطبيق وتنفيذ هذه المقاربات تحت عنوان شامل وهو السلم والتنمية في مواجهة مختلف التحديات التي تعرفها المنطقة نعي جيدا بأن الدول التي ذكرتموها منذ قليل بوركينفاسو ومالي ونيجر وغيرها من الدول التي تواجه ضربات وهجمات إرهابية هذه الدول كانت تعرف وجود لقواعد عسكرية فرنسية ورأينا بأن هذه الدول أشهرت البطاقة الحمراء في وجه الوجود الفرنسي بوركينفاسو أنهت العمل باتفاق الوجود العسكري الفرنسي الذي أبرم في ديسمبر 2018 وطالبت برحيل القوات الفرنسية طالبت بالرحيل دكتور ميزاب طالبت بخروج القوات الفرنسية نعم بالمقابل هذه العقلية الاستعمارية الأوروبية هي مستمرة أنا أتحدث تحديداً عن تصريحات رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل واحتجت حكومة مالية على تصريحاته حينما قال أخيراً بأن الدولة المالية هي تتجه أو بطريقها إلى الانهيار بعد فرط التحالف العسكري مع دول الأوروبية إلى أي مدى تستغل هذه الدول الأوروبية الاستعمارية هشاشة الوضع القائم أمنياً اقتصادياً وحتى سياسياً لتقول بأن هذه البلاد تنهار الآن تتعرض لهذه اللاجمات الإرهابية لأنها فكت هذا الانقياد أو هذه التبعية لهذه الدول الأوروبية طيب خلينا سيدتي الكريمة نتكلم بلغة الأرقام وبلغة كذلك الواقع الوجود الفرنسي في مالي كيف كانت المحصلة؟ إذا ما جئنا في تقييم عملية سيرفال التي بدأت في سنة 2012 كانت المحصلة السلبية نتيجتها تنامي وتمدد الظاهرة الإرهابية واستفحالها في المنطقة بالمقابل فرنسا زادت ثراء ومالي زادت فقرا في المقابل من ناحية الثانية عملية برخان نفس الشيء ساهمت في بروز وتيرة متصاعدة للهجمات الإرهابية في المقابل أن هذه الدول لم تجد من هذا الحضور العسكري الدولي أو الأوروبي أي فائدة في إطار مكافحة هذه الظوار أو على الأقل في تعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية المحلية بل أن الخسائر تتكبدها القوات العسكرية المالية في المقابل القوات العسكرية الفرنسية هي في أمان أكثر من ذلك ثبت تورت القوات الفرنسية في التفاوض مع الجماعات الإرهابية وفي إبرام صفقات تبادل لرهائن مقابل إطلاق صراحة مقاتلين حدث ذلك في سنة 2020 نتكلم كذلك على دفع الفدية للجماعات الإرهابية والتي تشكل أحد مصادر التمويل بالتالي النتيجة أننا وصلنا بأن هناك صناعة استخباراتية للظاهرة الإرهابية وتوظيف مخطط انتشار للجماعات الإرهابية مقابل توظيف هذا العنوان من قبل هذه القوات في إطار التوغل والتمدد والبقاء على هذه الدول فرنسا تمتلك احتياطي من الذهب وهي لا تمتلك ذهب بالمقابل مالي تمتلك الذهب ولكن لا تمتلك احتياطي من الذهب بالتالي أعتقد بأن الجانب الأوروبي استوعب أن هناك نهضة حقيقية تعرف هذه الدول أن هناك إرادة أو طلاق للإرادة الشعبية والسياسية في إطار مواجهة هذه التحديات من خلال بنورة مقاربات وطنية وفضح وكشف أن الوجود العسكري هو توظيف للأزمات وإدارة للأزمات وليس مساعدة هذه الدول في مواجهة هذه الأزمات بالتالي هذه الدول تحاول أن تسوق لشعوب المنطقة بأن خروجها من هذه الدول هو بمثابة انهيار لهذه الدول لكن واقع الحال هو عكس ذلك تماما إذا ما تم معالجة الأسباب التي تؤدي إلى استفحال هذه الظاهرة والقضاء على البيئات الحاضنة لهذه الظاهرة ستتمكن هذه الدول من خلال مقاربة متكاملة لا تعتمد فقط على المسألة الأمنية بل مقاربة متكاملة ستسهم بالخروج من هذا النفق المظلم لذلك الورقة الجزائرية ورقة تحاكي واقع الحال المنطقة وتشخص واقع الحال المنطقة وتستعد لدعم وتعزيز قدرات دول المنطقة في إطار مواجهة هذه التحديات لأنه اليوم لا يمكن أن نتحدث على أن مكافحة الإرهاب يمكن أن يأتي عن طريق القوات الأوروبية أو الفرنسية عكس ذلك تماما الوجود الأجنبي والعسكري في المنطقة لم يسهم في معالجة مختلف الأزمات المتراكمة بل على المجتمع الدولي وخاصة الدول الأوروبية التي تتحمل مسؤوليات تاريخية أن تتحمل مسؤولياتها في تعزيز قدرات هذه الدول لمواجهة هذه التحديات الأمنية وهذه المخاطر الأمنية لأنه سؤال بسيط جدا من الذي ساهم وتواطأ في تحويل المقاتلين من بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتحويلهم نحو منطقة شمال الأفريقيا والساحل الأفريقي لم يكن هكذا تماما بل نحن نتحدث على أن منطقة تحت سيطرة أجهزة استخباراتية أجنبية أوروبية فرنسية بالتالي هناك فتح مساحات هناك توفير مساحات آمنة لانتقال هؤلاء المقاتلين وتجمحهم وتمركزهم وإعادة توزيعهم بل حتى إعادة هيكلة بعض التنظيمات الإرهابية وتفعيلها في إطار خارطة انتشار جديدة نعم وهنا يمكن انطلاقا من هذه الدعوة أن تكون توقي النجاة بتوحيد هذه الرؤى السياسية وكذلك في ظل الأسف تردي أوضاع اقتصادية وباتت هذه الدول التي يمكن استقطاب للشباب كهدف واتساع النفوذ لهم ولكن بمعرفتك بالبيئة الحاضنة لهذه التنظيمات الإرهابية هل يمكن أن توصف لنا ما هي الظروف والعوامل التي تساعدها على الانتشار وتنفيذ هذه الهجمات في ظل مساعي غربية مستمرة لاستغلال الموارد الطبيعية الموارد البشرية ونهب ثروات هذه المناطق والتي تعود إلى هذه الشعوب التي تمتلك الكثير من المقدرات ولكن تأخذ اليوم بمساعي أو بإطار آخر من خلال استقطاب عبر هذه التنظيمات الإرهابية ما هي العوامل المساعدة نتحدث عنها شاشة الأزمات السياسية أيضا ضعف دور الدولة حتى الآن كذلك هذا يعطي أمر يمكن لتحرك هذه الجماعات المتحركة وتنتقل من بوأر إلى أخرى من الشرق الأوسط إلى أفريقيا إذا أردنا أن نشخص الظروف التي تؤدي إلى توفر البيئة الحاضنة لنشاط الجماعات الإرهابية يمكن أن نلخص في مجموعة من النقاط أولا ضعف الأنظمة السياسية غالبا كانت الأنظمة السياسية صناعة من قبل هذه الدول التي تستغل والتي تستثمر في أزمات الدول الإفريقية وتحول ثرواتها لفائدتها من ناحية الثانية نتحدث كذلك على ضعف التنمية والأزمات الاقتصادية وكذلك انتشار الفقر وكذلك ضعف النسيج الاجتماعي الذي كذلك يستغل وبالتالي يحول إلى حاضنة لهذه الجماعات التي تنشط في المجال العمليات الإرهابية من ناحية أخرى كذلك ان انتشار الجماعات الإرهابية طالما كان في هذه المناطق في المناطق التي تعرف ثروات والتي تعرف تواجد ثروات ويتم من خلالها استغلال هذه الثروات بطرق غير شرعية وتحويلها كمصادر تمويل أو كذلك تحول إلى جيوب هذه الدول التي تتواجد عسكريا في هذه المنطقة أنه كذلك هناك استغلال من قبل بعض القوى الغربية لتلك الظروف من خلال فتح المجال لأزمات أثنية أو صراعات إثنية قبلية أو غير ذلك والتي تتحول إلى بيئات حاضنة بالتالي هذه العناصر هي التي يتم فيها الاستثمار من أجل استقطاب أولا النشاط الإرهابي وتوفير تلك البيئة التي توفر المقاتلين وتوفر الحماية وتوفر مصادر التمويل وتوفر كذلك المجال الجغرافي الذي تتحرك في هذه الجماعات دونما أن تكون هناك ملاحقة أو دونما أن يكون هناك تضييق للخنق بالتالي نحن نتحدث على المسؤوليات لهذه الأطراف في توفير هذه البيئات وفي كذلك خلق هذه الحالة من الضعف وحالة كذلك من الهشاشة في البنية الاجتماعية من خلال غياب مفهوم التنمية من خلال كذلك تغييب مبدأ الاستقرار ومن خلال كذلك تغذية مختلف أدوات الصراع في المنطقة شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ميزاب الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية كنت معنا مباشرة من العاصمة الجزائرية الجزائر وإلى هنا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام المسائية شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله المترجم للقناة